يعني المتفق عليه أنه كل مشوار تصفيات كاس العالم بنبقى حطين ايدنا على قلبنا المرات دي احنا بدين المشوار او ان شاء الله انا بطدي بكر مشوار الكل عنده حالة تفاول وحالة شبه اجماع لأنه منتخب مصر وصل بالفعل لكاس العالم ما عدا ولا شايفين انه لا السيناريو فيه مفاجآت وردة والسيناريو مش بالسهولة اللي احنا متصورين يعني يمكن احمد لازم لازم تاخد في الاعتبار ان الفيدباك بيأثر بالنسبة كبيرة على الاحداث او الواقع اللي بيحصل يعني دايما احنا عندنا خلفية في موضوع تصفيات كاس العالم ان احنا الورقة والقلم ونقعد نحسب وحسابات المجموعة دايما بنفرد في نقاط سهلة زي ما انت ذكرت المواقف الكتير ومع اكتر من مدير فني واكتر من مدرسة ولكن انا اعتقد ان المرة دي يعني المفترض على الواقع مع تطور كمان المستويات اللاعبين ويعندنا لعيبة كتير ابرزهم محمد صلاح واحد بيصنف على انه واحد من افضل تلات لعبين موجودين على مستوى العالم وغيره كمان من المحترفين المؤثرين في دورياتهم زي مرموش وزي مصطفى محمد وتريزيجي الافضل داخل قارة افريقيا محمد الشناو محمد عبد المنعم عندنا يعني تنوع كبير جدا في القوة الموجودة في منتخب مصر حاليا فانا اعتقد ان المنتخب لازم ياخد الموضوع جد والحاجة الوحيدة اللي هتفرق عن السنين الماضية يعني او انت لو عايز تعلم من اخطاء الماضي هي انك لازم تتفادى التفريط في النقاط او المباريات اللي على الورق سهلة ولكن مع التطور الكبير يتشهده منتخبات افريقيا طبعا ما بقاش فيه مباريات سهلة فعلشان كده لازم نتفادى ده بالحسم والفوز في كل اللقاءات حتى الوصول لكاس العالم ان شاء الله ايه وصحيح يعني بمناسبة المنتخبات السهلة ومنتخبات الصعبة احنا ما طبطنا دايما كانت مع المنتخبات السهلة يعني ناميبيا اللي ملهاش لا هنا ولا هنا لا نقع ولا جمل لايبيريا وزامبيا وزامبيا وان كانت زامبيا يعني يقول ليها حساب شوي يعني زامبيا برده في الاول والاخر منتخب لكن في النهاية مطبط كتير جدا حرمتنا احنا في نوسخ حرمنا من التآهل باخطاء في منتخة السزاجة الحقيقة اتمنى ان فيتوريا ما يكونش بنفس المستوى من السزاجة واعتقد انه لأول مرة من سنين طويلة يا احمد حس انه سيجم المنافسين حس انه منتخب مصر على مستوى العناصر لا فيه عناصر تطمنك جدا اشتركوا في القناة